أعلن مصدر رفيع المستوى أن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو السالم بشكل مؤقت وذلك لحين عودة تشغيل معبر رفح البرية هذا وأكد المصدر أن مصر جددت رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي معضحا أن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤول الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية